مفاجأة صادمة بشأن جراحة علي معلول في وتر أكيليس كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق عن تفاصيل خضوع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لجراحة في وتر أكيليس جلسة محمود الخطيب مع علي معلول قال شوبير في برنامجه بإذاعة On Sport FM إنه بعد تعرض علي معلول للإصابة عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي جلسة معه وقال له نصا ما تريده سنفعله لك هل ترغب في إجراء العملية في مصر أم خارج مصر؟ وأضاف شوبير علي معلول قال إنه يفضل أن يكون بجانب الفريق ويجري العملية هنا في مصر وعليه خضع اللاعب للجراحة بشكل عاجل من قبل الدكتور ناصر محمد داخل أحد مستشفيات المهندسين بحضور أحمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي في النادي موعد خروج علي معلول من المستشفى وفيما يتعلق بموعد خروج علي معلول من المستشفى وتفاصيل برنامجه التأهيلي أوضح شوبير أن علي معلول سيخرج في الساعة الثانية عشر ظهرنا اليوم والمفاجأة السارة هي في موعد تعافيه من الإصابة وعودته للملاعب تفاصيل فترة التعافي وأكد حارس منتخب مصر الأسبق أن كان هناك شكوك بأن علي معلول قد يغيب قد يغيب لفترة تصل إلى تسعة أشهر ولكن القطع كان جزئياً واللاعب سيغيب لفترة تتراوح بين أربع أربع إلى ستة شهور والأهل خيره بين التأهيل في مصر أو الخارج